تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع خمسة ألاف وحدة سكرية وفي طار توجيهات جلالة الملك المفدى تزامنا مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها شرعت وزارة الاسكان في تسليم المواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى لوحدات مدينة سلمان مفاتيح وحداتهم السكنية وصرح وزير الاسكان المهندس باسم بن عقوب الحمر بأن خطوة تسليم المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية في مدينة سلمان تأتي في عقاب انتهائهم من إجراءات توقيع عقود وحداتهم وتوثيقها لتبدأ مدينة سلمان فعليا مرحلة التشغيل الفعلي في مرحلته الأولى وعرب المهندس باسم الحمر عن سعادته وجميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة لبلوغ مشروع مدينة سلمان تلك المرحلة المتقدمة المتمثلة في بدي تسكين المواطنين في وحداتهم السكنية وذلك بعد الانتهاء من كافة العمال الانشائية والبنية التحتية وأكد وزير الاسكان ان الوزارة حريصة على ان تشهد جميع المدن الاسكانية التقدم الكبير في نسب الانجاز مشيرا إلى نجاح الوزارة مؤخرا في بدي تسكين المواطنين في المرحلة الأولى من مدينة خليفة الذي يندرج أيضا ضمن برنامج التوزيع الخمسة ألاف وحدة سكنية التي أمر سمو ولي العهد بتوزيعها مع الاقتراب أيضا من مراحل التشغيل التدريجي لكل من مدينة شرق الحد وأسكان ضاحية الرمل خلال العام الجاري وتوجه وزير الاسكان بالشكر إلى لجنة الأعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعمها المستمر للخدمات الاسكانية وجهودها في متابعة مشاريع الوزارة مثمن أن في الوقت ذاته دورة هيئة الكهرباء والماء لتعاونها في انجاز هذا المشروع الاسكانية ترجمة نانسي قنقر